السلام عليكم اهلا بكم في مطبخ موني النهاردة هنعمل مع بعض كيكة شوكولاتة غرقانة شوكولاتة كده وطعمها بجد رهيب هنعملها مناسبة للضيت العادي وكمان مناسبة لمرضة السكري من غير دقيق وكمان من غير سكر وهنعملها بطريقة سهلة بمكونات بسيطة وكمان هنعملها من غير مواد دهنية طريقة تحضيرها سهلة بمكونات بسيطة متوفرة في البيت هنعمل مع بعض احلى واجمل كيكة شوكولاتة يلا بينا نشوف طريقة العمل هنبدأ دلوقتي بالطريقة على طول هنحتاج في الوصفة حبة من التفاح حجمها متوسط بالشكل ده يفضل استعمال تفاح يكون مسكر يعني ما نستعملش تفاح اخضر عشان ما يكونش فيه مزازة كده وكمان انا هستعمل التفاح كمديل للسكر فهنحتاج تفاح يكون حجمها متوسط بالشكل ده واستعملت التفاح الاحمر لانه هو مسكر هنقشره بقى دلوقتي احنا مش محتاجين للاشروب بعد كده هنبدأ ان احنا نقطعه اي تقطيع كده وبعدين هناخد الاجزاء بتاعت التفاحة دي ونبدأ نقطعها قطع صغيرة طيب لو هتستعملوا مثلا في الوصفة تفاحة ما تكونش مسكرة ممكن ان انتو تزودوا سكر دايت او عسل زي ما انتو عايزين والبديل بتاعت التفاحة ممكن ان انتو تستعملوا موزة حجمها كبير او ممكن تستعملوا حبة من الكمترة ومش على نفس الوصفة زي ما عامل دلوقتي دلوقتي بعد ما قطعت التفاحة قطع صغيرة بالشكل ده هنضيف عليها بقى دلوقتي بيضة واحدة كبيرة وبعد كده هنضيف عليها تقريبا معلقة صغيرة من الخل الابيض ده علشان يشيل الزفرة بتاعت البيت خالص وهنضيف كمان دلوقتي الفانيليا انا هستعمل فانيليا سيلة تقريبا برضو معلقة صغيرة من الفانيليا السيلة وهنجيب بقى دلوقتي الهاند بلندر بقى ونبدأ نفرم التفاح مع البيضة لغاية لما يكون معانا خليط زي اللي هنشوفه دلوقتي يكون ناعم كده يعني نحاول ان احنا نفرم التفاحة على قد ما نقدر ممكن لو ما فيش هاند بلندر ممكن تحطوا الحاجات دي في الخلاط او في الكبة لغاية لما يكون معانا القوام بالشكل ده خلاص كده جاهز معنا هنضيف عليهم بقى دلوقتي بمعيار معلقة الطعام تلات معالق كبار مليانين من الزبادي انا استعملت زبادي كامل الدسم وده بيكون افضل نوع من انواع الزبادي يعني افضل من قليل الدسم وقليل الدسم او استعمله زي ما انتوا عايزين وبعد كده هنحط بمعيار المعيار المعيار الكبيرة اللي هي المعيار القياسية هي نفس معيار معلقة الطعام معلقة كبيرة من الكاكاو وطبعا بنستعمل كاكاو يكون بني غامق غير محلة وهنجيب بقى دلوقتي المضرب اليدوي ونقلب الحاجات دي مع بعض بالشكل ده خلاص كده الخليط السائل بيكون جاهز معنا هنحط ايه بقى مادة جفة هقول لكم اكتر من حاجة ممكن انتم تتحطوها انا هستعمل في الوصفة الشفان الحبة الكاملة هياخد بمعيور معلقة الطعام او المعلقة الكبيرة القياسية هناخد منهم معلقتين كبار مليانين ونقلب كده ونشوف هنحتاج تاني او لا بس قبل ما نقلبهم هنحط بارتل بيكينج بودر هنحط مصر معلقة صغيرة وهقلب بقى دلوقتي بلسباته لكده وهشوف هحتاج ان انا اضيف شفان تاني او لا طيب ايه البديل بتاعه ممكن نحط مبشور جوز الهند مفيش اي مشكلة او ممكن كمان نحط دقيق الحمص او ممكن كمان نحط دقيق اللوز يعني المتاح انتوكوا استعملوه بعد ما قلبتهم مع بعض كده حسيت ان الخليط لسه خفيف شوية فضفت كمان معلقة من الشفان انا استعملته شفان حبة كاملة مش شفان مطحوم حطيت بقى دلوقتي المعلقة التالتة وقلبتهم مع بعض وهنشوف بقى دلوقتي القوام هو ده القوام المطلوب واي بديل من اللي انا قلته اهم حاجة توصله للقوام ده هنجيب بقى دلوقتي صنية متوسطة كده ونجيب بورقة زبدة لازم نستعمل ورقة زبدة يكون نوع كويس عشان يطلع منها الكيك بسهولة ونمسكها كده بكافة ادينا نضغطها بالشكل ده كده عشان لما نحطها في الصنية ما تبقاش تطلع لغاية لما نبدأ نحط الخليط خلاص كده بتكون جاهزة معنا الصنية دي مقاس كام الصنية دي تقريبا كده مقاس 16 او اي صنية حجمها متوسط عندكم بعد ما ثبت ورقة الزبدة هنحط بقى دلوقتي الخليط وده بيكون القوام بتاعه زي ما احنا شايفين كده بيكون تقيل كده مزي قوام الكيك العادي ده طبعا بسبب الشفان وكمان بسبب التفاح دلوقتي بعد محطيت الخليط بيكون معنا بالشكل ده هننسك بقى دلوقتي الصنية دي ونخبطها على الرخامة خبطتين حلوين كده علشان الخليط يتوزع معنا كويس ممكن نكتفي لغاية المرحلة دي او نزيينها بقى تزيين بسيط على حسب منتو عايزين يعني لغاية المرحلة دي بيكون الكيكة حلوة جدا بعد ما سويت بقى السطح بتاع الكيكة ممكن ناخدها ندخلها الفرن او نزيينها بقى بشوية مقاسرات انا هحط على الوش شوية بسيط كده من الفول السوداني ممكن تحطوا فول سوداني او لوز او اي مقاسرات متاحة عندكم حطيت على الوش شوية بسيط كده من الفول السوداني عشان يدينا شكل حلو وبرضو كده كم واحدة من الشوكولات شيبس يعني الحاجات دي اختياري ممكن تحطوها او لا زي ما انتو عايزين بس انا حبيت ان انا قدمها بشكل حلو وكمان اعلي كده الطعم بتاعها دلوقتي بعد ما حطيت بقى التزيين الفول السوداني المجروش وكمان الشوكولات شيبس نيجي بقى لمرحلة التسوية عندنا اكتر من طريقة للتسوية ممكن تحطوها في اي طبق يدخل المايكرويف وتزبط المايكرويف تقريبا تلت دقايق تطلع معاكم مستوية وزي الفول او تحطوها في الارفراير لمدة من 10-15 دقيقة وبتطلع معاكم برضو زي الفول او تعملوا بقى طريقة التسوية المتاحة عند الكل وهو الفرن طبعا انا دخلت على الفرن لان كنت بعمل في الوقت ده وصفات تانية فقلت خلاص اساوي الكيكة في الفرن بتدخل على فرن سخنة على درجة حرارة 180 في الرف الاوسط من الفرن وده شكلها معانا بتقعد بالزبط 30 دقيقة بعد كده بنشغل الشوية من فوق علشان نتأكد ان هي مستوية كويس كده ما يكونش فيها اي سوائل من فوق وبتطلع معانا بالشكل الجميل ده وعلشان نتأكد ان هي استويت معانا كويس هتجيب بقى دلوقت العود الخشب ده واندخله في نص الكيكة من النص لما يطلع معانا ناشف مفيش فيه اي سوائل يبقى هي كده مستوية وزي الفرن وهي لسه سخنة بقى بصراحة انا بحب ااكل الكيك وهو سخن بس انتوا لازم تستنوا شوي عشان ما تقصرش منكم هشيل بقى دلوقت بورقة الزبدة كده لان انا مستعملة ورق زبدة نو كويس فبشيل الكيكة وهي سخنة مفيش مشكلة بتطلع معانا بقى بسهولة زي ما هنشوف دلوقت لكن انتوا الافضل ان انتوا تستنوا لغاية لما الكيكة تبرد معاكم وبعد كده تبدأوا تشلوها هبدأ بقى دلوقت اشيل ورقة الزبدة بتطلع معانا بمنتهى سهولة زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله شكلها جميل جدا طعمها تحفة ورحتها حلوة قوي ان شاء الله الوصفة دي هتعجبكم واتقرروها كتير قوي انا قلتلكم المكونات وقلتلكم بدائل المكونات علشان اي حد يعرف ان هو يعملها في اي وقت هنشيل بقى دلوقت ورقة الزبدة كده بتطلع معانا بمنتهى سهولة ونحط بقى دلوقت الكيكة كده طبعا هي كانت سخنة جدا على ايدي بس هاري مفيش مشكلة هنحطها بقى دلوقت على الطبق اللي هنقدم فيه وبتكون معانا بالشكل الجميل ده وانا قدمتها بطريقة بسيطة كده شايفين ما شاء الله جميلة جدا مع احلى فنجان قهوة كده بجد رهيبة هجيب بقى دلوقت زكينة كده وقطعها وتشوفوا القوام بتاعها من جوه قد ايه هي مستوية ومتمسكة وطعمها ان شاء الله يعجبكم وفي نفس الوقت تحسر كده ان هي جوس شوية مياش نشفة بتكون معانا بقى بالشكل الجميل ده شايفين ما شاء الله بجد رهيبة شكلها حلو جدا رحيتها حلوة قوي واهم حاجة طعم طعمها بجد رهيب بتكون معانا بالشكل ده طبعا الكيكة دي ممكن ان احنا نقسمها الاكتر من قطع لان هي بصراحة حجمها كبير فهنقسم بقى دلوقت الكيكة دي لطلت قطع حجمهم زي الحجم اللي في الطبق اللي قدامي ده او طبعا قسموها للحجم اللي انتوا عايزين وبس بتهيأ اللي يعني كيكة دي تتأسم على طلت قطع او ناكلها على طلت مرات او طلت حصص هتكون مرضية جدا بتكون معانا بالحجم ده قطع كبيرة ما هي الصغيرة وكمان السعرات الحرارية قليلة جدا يلا بينا بقى دلوقت يقول لكم السعرات الحرارية للوصفة كلها وللقطع الواحدة قد ايه الكيكة دي سعراتها كلها على بعضها من غير التزيين يعني من غير المقصرات اللي على الوش ولا الشوكرة شيبس لان اكيد في ناس هتعملها سعادة الكيكة كلها سعراتها 277 سعر حراري قسمناها لطلت قطع هتكون القطع الواحدة 92 سعر حراري تقريبا الوصفة سهلة ومكوناتها بسيطة وطعمها جميل جدا ما تنسوش اللايك وشير للفيديو وبالف هانا وعافية ترجمة نانسي قنقر